مظاهرات الثامن ماي 1945 ميلادي في الجزائر الحلطة السابعة والعشرون من سلسلة التيار الاستقلالي في الجزائر من النشأة إلى غاية 1954 ميلادي مجازر الثامن ماي 1945 ميلادي أولا مظاهرات الثامن ماي 1945 ميلادي تميز الوضع السياسي في الجزائر طبل 1945 ميلادي بحرات واسعة حيث تمتنت حركة أحباب البيان والحرية من تحرير وحدة وطنية علق عليها الشعب أماله ما جعل سلطة الاحتلال في ترقب دائم أما المعملين فتتسعوا لتحطيمها وطبل التطرق إلى أحداث الثامن ماي علينا إدراك أن البداية كانت في الفاتح 1945 ميلادي وهو ما يصادف مناسبة عيد الأمال فجاءت المبادرة من طرف حزب الشعب الجزائر لتنظيم مظاهرات عبر الوطن علما أن هذا الحزر ظل محتفظا بتنظيمه السري رغم التواجده ضمن حاطة أحباب البيان والحرية فتان تلت المظاهرات مميزة عن تلت التي نظمتها التشكيلات الأخرى شارت فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين عبر تامل المدن الجزائرية حاملين العالم الوطني الجزائري وهي عبارة عن مسيرات منظمة سادة الإنضيباط تحت شعارات معادية لقرار 7 مارس 1944 ميلادي وتنادي بإطلال صراح مصر للحاج والهتاب بحياة الجزائر المستقلة وسطوط الاستعمار ولم تكن قيادة حزب الشعب الجزائر المشاهدة في الاحتفالات فقط بل كان ترمي إلى اختبار مدى قدراته على تابعة الجماهر وتجنيدها وعليه كان سعيها حفيثا تكون المظاهرات التي تنظمها مميزة شكلا ومضمونا ولإعطار شعاراتها التي أطلقتها وزنا أثقل وقيمة أعظم كان لابد من رفع الأعلام الوطنية التي صدرت تعليمات صارمة برعايتها وحماية رافعية والاستماعات في الدفاع عنها وما ميز مظاهرات الفاتح ماء بالعاصمة ورفع العالم الوطني وتسجيل سطوط أول ضحية من المتظاهرين برصاص جنود الاحتلال وجرح الكثيرين كما حدثت منواشات هنا وهنا كانت نتيجة لتصرفات الشرطة ضد المتظاهرين وتم اعتقال الكثير من المناظرين وهو ما دفع الجماهير الشعبية إلى إحرق العالم الفرنسي في اليوم السابع من ماي 1945 الميلادي طرر حزب الشعب الجزائي بعدما شجعته نجاح الفاتح ماء تنظيم مظاهرات كبرى في كل ولايات الوطن وجمع شعب يتونط راديا على تخويف السلطات الفرنسية ومع حلول الثامن ماي 1945 ميلادي نظم الجزائريون عن طريق أخصى من إدارات الشرطة مظاهرات سلمية في طول من سطيف ودالمة وخراطة وغيرها من المدن الجزائرية احتفاء بيوم النصر على النازية والفاشية وهم الذين شارتوا في الحرب دمائهم وأبنائهم وأموالهم إذن كانت مظاهرات من يا ماي احتفالا بنهاية الحرب العالمية الثانية في جوساخ لأن الشعب كان متخوفا من إعادة سيناريو العنف الذي عاشه في الفاتح ماء وكانت المظاهرات عامة والسلمية تبعت فيها تعليمات حزب الشعب أراد حزب الشعب الجزائري من خلال مظاهرات دفع الجماهل للمواجهة المباشرة والضغط على فرنسا بمظاهرات طوية من جهة أخرى وبالتالي التأتيد للحلفاء ولفرنسا على تعلق الشعب بحريته واستقلاله ولفت انتباه من الواقع الجديد الذي آل إليه الشعب الجزائري وهو واقع لاستعداد المطلق لتحمل مسؤولياته الكاملة في تحمل شؤونه بنفسه أما أحباب البيان الحرية فشعروا بهذه الإرادة وأرادوا التضاهلات بعد الحصول على موافقة السلطات الرسمية أولا واستعمال شعارات عامة ليس من شأنها إثارة سلطة الاحتلال وعطى حزب الشعب الجزائري عن بالتضاهر يوم النص وإشغال الألوان الوطنية وتحضير رأيات التي تحمل العبارات الآتية من أجل تحرير الشعوب أطلق صارح مصلي عاشت الجزائر حرة مستقلة تسقط الإمبريالية وهي شعارة ثورية ولم تكن هناك خطة للتمدد وإن كان بعض المتظاهرين مسلحين فهو بغير علم المسؤولين وتتبى السيد فرحات عباس عن ذلك يقول ثبنيامي 1945 ميلادي كان يوم ثلاثة وهو يوم سرط أسبوعية تستقبل مدينة الصيفي مثل هذا اليوم ما بين خمسة إلى خمسة عشر ألف شخص من الفلاحين والتجار القادمين من المدن المجاورة وقد أذنت الإداءة الاستعمارية بتنظيم المظاهرات فانطلقت المسيرة بمدينة الصيف من حي المحطة طرب الجامع الجديد حامل لافتات تحمل شعارات تحية الجزائر المستقلة ويسقط الاستعمار وتحية الجامعة العربية وافرج عن مصلي وعند وصولهم إلى المقهى التي كانت تسمى مقهى فرنسا الكبيرة وسط المدينة حاول أحد الشرطة انتزاع راية من يد حاملها لكن الأخير تصدى له مما جعل الشرطة تطلق النار على المتظاهرين وسقط حامل العالم قتيلا ومن هنا ابتدأت الأحداث حسب رواية فرحات عباس أحد شهود العيان وبدأت تصدامات على إثار ذاية بين الأوروبيين والجزائرين في الشوارع ورغم أن المظاهر تتحدثت في ولاية أخرى فإنها كانت غالباً متماتزة في السطيف وخراطة ودلمة حيث كان يعيش مئة ألف أوروبي في حالة عزلة وسط ثلاث ملايين وأربعمائة ألف من الجزائرين ورغم طلة التنظيم التي تخللت المظاهرات إلى أن القيادين تتحققوا بعض النجاح تمثلت في اتباعه للجزائرين لتعليمات وأوامر حزب الشعب كما أن المظاهرات توضح مطلب ورغبة الجزائرين في الاستقلال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اشتركوا في القناة